ومن الرباط تنظم إلينا مباشرة بسي محقوي وزيرة تضامن المرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سيدتي ترأستم قبل قليل ندوة حول تثمين شراكات المتعلقة بالمبادرات الاقتصادية النسائية هل أنتم راضون على واقع الحل؟ أولا أريد أن أبارك لجميع النساء المغربيات بمناسبة هذا اليوم الذي نغتنمه فرصة أولا لتقييم المصار الطويل الذي خاضته النساء المغربيات لمراكمات الإنجازات وكذلك المكتسبات وأيضا نستشرف المستقبل اليوم احتفلنا بهذا اليوم بالتأكيد على ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة لأننا نعتبره بوابة حقيقية للتمكين الاجتماعي والتمكين السياسي واليوم كما تعلمون أن المرأة تشغل تقريبا 4% من المقاولة المغربية عموما وهذا مؤشر على تقدم المرأة في هذا المجال إذن اليوم الحكومة تبادر بدعم المقاولة الصغرى وكذلك المتوسطة على المستوى الأفق مع باقي القطاعات المعنية وأذكر هنا وزارة التجارة الصناعة وزارة الشؤول العامة والحكامة والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة لكن في نفس الوقت نهتم بهذا المجال كمجال لتحقيق المساوات بين النساء والرجال في المقابل هناك الأنشطة المدرة للدخل بالنسبة للنساء اللواتي لا يستطيعنا إحداث مقاولات لكن يتمكننا من الانخراط في تشكيل شبكات بين جمعيات أو مقاولات صغيرة فتتكون عندنا تعاونيات وهذه التعاونيات مشكلتها اليوم هي مشكلة التسويق لذلك طرحنا موضوع التسويق وحاولنا مع فرقاء الآخرين لدعم النساء المغربيات في مجال التسويق وتسخير فضاءات وتجهيزها من أجل تعبئة الموارد وكذلك تنشيط عملية تسويق المنتوجات للمقاولة الوسطى والصغرى وكذلك بالنسبة للأنشطة المدرة للدخل التي نعتبرها مشاريع لا تعود بالنفع على المرأة فقط ولكن على الأسرة بأكملها نعم تحدثتم عن نجاحات حققتها المرأة في المجال الاقتصادي 4% ذكرتم اخترقت من النسو 14% من المقاولة المغربية 14% من النساء اخترقنا المقاولات المغربية هناك أيضا حديث عن 22% رقم تريدون الوصول إليه تريدون المرأة أن تصل إليه فيما يخص المناصب عام 2014 أين وصل هذا المشروع الطموح؟ أريد أن أصحح أن 14% من المقاولة المغربية عموما تشغلها نساء في المقابل هناك هذا الرقم الذي قدمناه في إطال خطة الحكومية لمساواة إكرام وهو تحديد مؤشر لوصول المرأة المغربية لمواقع القرار وهو 22% على الأقل من المناصب لا بد أن تشغلها نساء وأنتم تعلمون التحدي الكبير بالنسبة لمجال القيادة المؤسساتية حيث كانت المرأة مقصية وكذلك لم يكن هناك سلم يسمح للمرأة أن تترقى حتى تصل إلى مواقع القرار اليوم اتخذنا مجموعة من الإجراءات حتى نمكنها من هذا ومن جهة أخرى هناك القانون والمرسوم المتعلق بالتعيينات في المناصب السامية والتي تجيد المرأة مكانتها بسبب تنزيل هذا القانون واحترامه ولا ننسى أننا في وزارة تضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية قد أكملنا مع اللجنة العلمية المختصة مشروع القانون اليوم يعتبر مسودة لكنه في القريب العاجل سيصبح مشروعا قانونيا يحال على مسترة المصادقة متعلق بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وسيكون لهذه الهيئة ضور كبير في تتبع مدى احترام أولا الدستور فيما يتعلق بالمادة 19 ومدى 164 وباقي المواد المرتبطة بتمكين المرأة من حقوقها بالمساواة مع الرجال وكذلك تتبع مدى احترام المؤسسات تمكين المرأة من مواقع القرار وكل توفيق للمرأة المغربية بسيمة حقاوي وزيرة تضامن المرأة والأسرة وتنمية الاجتماعية شكرا لك كنت معنا مباشرة من عربي ترجمة نانسي قنقر